لا حيك فيك أليس الله بكافٍ عبدة ويخوفونك بالذين من دونه بيخوفوك من الكرة الأرضية الذين من دونه لا يعني قل قل لهم أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل مين بقى المتوكلون عشان كده ربنا قال للنبي في سورة الأنفال يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين والمؤمنين كمان حسبهم ربنا ها من نشأل ربنا في غزوة الخندق كان طلع واحد اسمه عمر بن ود راجل ده من أشهر فرسان العرب قوي جدا ما كان يدخل لأحد مبارزة إلا ويكسبه فطلع عمر بن ود في جيش المشركين بيتحدى المسلمين يا مسلمين يا مسلمين هل من مبارز فيك حدي حربني فالنبي عليه الصلاة والسلام سامع الكلام والسحابة قاعدين فقام عليه بن أبي طالب قال له أنا أنا أبارزه يا رسول الله فالنبي قال له اجلس يا علي إنه عمر بن ود سيدنا النبي خاف على سيدنا علي الراجل عمر ده عمر بن ود ده ليخطو البدنية علي أو من أشهر فرسان العرب بقول لأ حضرتك ما حدش يدخل له مبارزة إلا وعمر بن ود هو اللي يكسب فالنبي أخاف على سيدنا علي فقام عمر بن ود ندل المرة التانية يا مسلمين فين الجنة بتاعتكم اللي انتوا بتقولوا لو قتلتوا هتروحوا الجنة ما فيكوش حد عايزه روح الجنة وديه دلوقتي هل من مبارز فسيدنا علي قال أنا أبارزه يا رسول الله قال له اجلس يا علي إنه عمر بن ود في المرة التالتة قام عمر بن ود بقى بيستفز المسلمين قولي ولقد بححت من النداء بجمعكم هل من مبارز صوت الباح ايه ما فيكوش حد يبارزني فسيدنا علي قال أنا أبارزه يا رسول الله النبي قال له اجلس يا علي إنه عمر بن ود إنه عمر بن ود فسيدنا علي قال له يا رسول الله وأنا علي بن أبي طالب خدفلك النبي قال لا فتى إلا علي أشجع الشجعان سيدنا علي قال له أنا علي بن أبي طالب يا رسول الله المهم راه علي يبارز عمر بن ود الحمد لله الحمد لله الحمد لله السؤال بقى هذا الفتى النجيب الفطن اللي ملوش خبرات عمر بن ود سيدنا علي لا فتى إلا علي رايح يبارز واحد من أشجع فرسان العرب لأ طبق هنا مين علي واحد مؤمن لماذا خرج في سبيل الله يدافع عن إيه عن الحق يقاتل في سبيل الله والتاني مغرور متكبر متغطرس في سبيل الشيطان أيا كانت قوته أيا كان العتاد والعدة اللي معاه أيا كان بس خذلك على اللقطة دي ده راجل مؤمن وموحد ربنا ويطالع يقاتل في سبيل الله مش في سبيل الشيطان وإذا بيقاتل في سبيل الشيطان بتفتكروا ربنا حينصر مين تقول لي بس ده أقوى ملاش علاقة بس ده معاه عتاد وعد ملاش علاقة هقولك ربنا هو اللي بينصر سبحانه وتعالى بدأت المناوشة والمبرزة ما بين سيدنا علي وهم بيلفوا حوالين بعض بقى المبرزة الشغالة الطراب كنا شايفينهم في الأول الطراب ارتفع باش حد يشايف حد بقى للمسلمين شايفين سيدنا علي وعمر بن ود ولا المشيكين شايفينهم وبعدين سمعوا الله أكبر بس يبقى تقتل يبقى عمر بن ود تقتل فالله أكبر جابت الله أكبر كبره النابي قال قتل والله عمر بن ود تقتل فجي علي ابن أبي طالب بقى يقول لنا بيتين شعر جمال قوي قوي لما قتل الخصم بتاعه المشرك اللي كان طالع يحاد الله والرسول يحرب ربنا والرسول اللي هو عمر بن ود فسيدنا علي وقف كده وليه نصر الحجارة من سفاهة رأيه هو نصر الآلهة بتاعتهم اللات والعزة نصر الحجارة من سفاهة رأيه ونصرت رب محمد بصوابي وانا نصرت دين ربنا نصرت الحق نصر الحجارة من سفاهة رأيه ونصرت رب محمد بصوابي وعففت عن أثوابه ولونني كنت المقطر بزني أثوابي يعني لما علي راح لسيدنا علي لما سيدنا علي راح للنبي وقال انا قتلت عمر بن ود فالنبي قال له طب فين الدرع بتاعه او السيف بتاعه مخدتوش ليه ده دا يعتبر ده حاجة قوية جدا في العرب قال له يا رسول انا جيت اشده كده كان حيتكشف العورة بتاعته فسيبته شف شف الشهامة شف المروءة شف الأخلاق لا ما يصحش فسيدنا علي بيقول ايه نصر الحجارة من سفاهة رأيه ونصرت رب محمد بصوابي وعففت عن أثوابه مرضتش اشير الحاجة بتاعته اخدها غنيمة يعني وعففت عن أثوابه ولونني كنت المقطر بزني أثوابي لو انا اللي ما كان اللي مقتول ما كانش تورع خد هدومي كمان ولو أنني كنت المقطر بزني أثوابي لا تحسب أن الله خاذل دينه ونبيه يا معشر الأحزاب تفتكروا أن ربنا يخذل الدين بتاعه والنبي اللهم يصلي عليه أبدا فيخلي عقدتك دايما أن ربنا حينصرك وربنا حيكرمك وحيمدك بمدد من عنده ليه لأنك بتدافع عن الحق لأنك بتقول كلمة الحق لأنك ما بتظلمش حد لأنك ما بتأزيش حد لأنك في سبيل الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله ربنا بقول إباءة في المشهد في آل عمران بقول قد كان لكم آية دي علامة دي علامة كبيرة جدا قد كان لكم آية في فئتين التقط الفئة تند الإباءة فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لا عبرة لأولي الأبصار